سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد 25 أبريل عيد تحرير سينا تخيل معايا لو الفنانة شدية بتغني نفس الأغنية دي دلوقتي يا طرى هتقول ايه هتتكلم عن سينا رجعت كاملة لينا ولا شركة الأرجاني جروب هتتعاقد معاها عشان تغني أغنية اسمها اتحاد قبائل سينا لينا ومصر اليوم في عيد ماهو برضو الأوضاع اختلفة سينا ما بقيتش زي الأول سينا بقى لها صاحب لها رئيس لها مالك دلوقتي رئيس جمهورية سينا الحج إبراهيم الأرجاني وشركات وبالتالي هذا العام هذه الاحتفالية هذه المرة لا نحتفل فقط بعيد تحرير سينا وإنما نحتفل بالميلاد الجديد لسينا تحت رئاسة الحج إبراهيم الأرجاني وابن عصام وشركات فلازم النهاردة في عيد تحرير سينا نتوجه بالتحية والتقدير لشهداء الوطن نتوجه بالتحية والتقدير لفخامة سيئ الذكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح سعيد خليل السيسي نتوجه بالتحية والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل دي الدباجة المعروفة طبعا قبلهم للشعب المصر دي الدباجة المعروفة كل سنة يا جماعة سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد هنو خدوا أجازة وصلموا على بعض واتفرج على التلفزيون لو عاملين فيلم والكلام دا كل دا جميل كل دا بنعمله في السنين اللي فاتت لكن السنة دي العيد مختلف السنة دي نحن لا نحتفل بعيد تحرير سيناء وفقد وإنما نحتفل بعيد تحرير سيناء في ذكرى وميلاد سيناء الجديدة برئاسة الحج إبراهيم الأرجاني أحد رجالات هذا الوطن من ضحى بمش عارف بإيه لجل ما يعود الانتصار الرجل اللي ضحى هو ولاده الرجل اللي شال كفنه على إيده الرجل اللي كان بيضحي بروحه وقدم روحه في دا سيناء وتراب سيناء الرجل اللي رفض يبيع سيناء للإخوان ورفض يبيعها للمساد الإسرائيلي بس باعها المحمود السيني عمل شركة هلا وبقى بيعمل تنسيقات وبيطلع سبوبة حج لازم نتكلم النهاردة في عيد تحرير سيناء عن بطولات هذا الرجل العرجاني الرجل السيناوي الجميل اللي رقد الداخلية مرة وهرب مرة وصمصر مرة ويعني راجل له له أياد بيضاء على سيناء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة